وفي عدن قيمة ورشة مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر بحضر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح الوزير استمع إلى نتائج عمل عدد من فرق العمل والتي تضمنت تقييم المخاطر المتنوعة وكيفية العمل على توصيفها ومجابهاتها وتقليل مخاطرها وأشار الدكتور بحيبح على أهمية بناء الخطط والبرامج وفقا للأرقام الأحصائية والمعلوماتية الدقيقة والسعي لربطها بواقعنا ومشكلاتنا لتكون أكثر مصداقية مشيدا بالموضوعات التي تتناولها الورشة هذا وتقف الورشة التي يشارك فيها أربعون كادران يمثلون القطاعات الصحية المختلفة وعلى مدى خمسة أيام أمام عدد من أوراق العمل المتصلة بتحدد المخاطر وكيفية التعامل معها اشتركوا في القناة